جلال نبدي من ما انتهت المباراة كنت متوقعة ترد الجزاء هو الشيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر يعني اعتقد اليوم المباراة تعرف مثل ما تعرف انه منتخب الكوهدان منتخبات القوية من امريكا الجروية متاهي الكأس العالم اليوم الشباب ما انقصروا وعكس مباراة المكسيك يعني ما قدمنا المستوى اللي مريود من عدنا مثل ما تعرف يعني اتمرنا تقريبا خمسة ايام وست ايام في بغداد وبعدين انتقلنا الى اسبانيا وبعد اخذنا مباراة المكسيك فاليوم الشباب كانوا على قد المسؤولية فبالنسبة للجزاء هو توفيق من رب العالمين احد اللاعبين قال لي راح اصدها وانحنا كلنا ثقة بيك فاقل لي اشكرك وانثقة بيكم قبل لا تكون ثقة بنفسي والحمد لله والشكر فانحنا نشكر الجميع اللي هنا حاصة ان انتم وقفت مع الفريق خلال الفترة السابقة نشكر السفارة في اسبانيا شكرا للكابتن راضش نيشي والكادر معا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في القادم الايام فنتمنى من الجميع ان يساند المنتخب يساند اللاعبين فالمنتخب يحتاج انه استجام فترة اضوال يحتاج الكثير يحتاج وهو امور ما نقدر نتطرق الها نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله وارجع وقول شكرا لكم شكرا للناس اللي ساعدت المنتخب هنا في اسبانيا شكرا جلال شكرا جلال امجد فرق في المستوى بين مباراة المكشيك ومباراة الكوادور ما الذي حصل؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد انه اليوم قدمنا فتشي يليق باسم الكرة العراقية لكن علينا انه نجي تهيك مباراة علينا نلعب هيك مباراة حتى تكون عندنا ممارسة من الواجه هيك فرق مراح نعاني اتمنى انه نحصل مباراة بعد على مستوى عالي حتى انه هاي الرحبة تروح من اللاعبين للصراحة احنا ما نقدر نلعب مع هيتش فرق سابقا ما لعبنا لأول مرة نلعب مع هكذا ومتخبات اتمنى تكون الفائدة انه كلاعبين والمدرب الجديد اللي موجود انه شاف مستويات اللاعبين شاف انه وين واصل نحن بكرتنا اتمنى انه القادم يكون افضل الكرة العراقية اليوم شافناك متنرفز ممكن ما دل الحكم لو لا بالعكس ما متنرفز بس تعرف انه مباراة سابقة خسارنا بنتيجة ثقيلة كان علينا حمل انه هذ المباراة لازم نعوض لازم نقدم اعتقد كل اللاعبين كانوا على بالمستوى المطلوب تشير انه تصير عادي باي مباراة خاصة انه فيك مباراة انه تعرف الضغوطات تكون عادية عليك شكرا 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 بايش تعادل مع منتخب متاهلة لكأس العالم شونو شفتوا النتيجة اليوم اكيد وشي باسم الهرام كانت مباراة اعتقد على مستوى عالي شكرا اللاعبين وشكرا كادة تدريبية على المستوى الذي قدموه منتخب الكوادورو من فرق جيدة مباراة الاولى امام المكسيك كانت الفريق شوية دخل يعني بتخوف المكسيك بس مباراة الثانية كانت لعبنا بواقعية قدمنا مباراة جيدة تدريبية مباراة منتخب الكوستريكي تعرف منتلعب منه فرق لازم تحكيك وفرق الكبار وان شاء الله يا رب انه نطار بصورة جيدة مايش تشجع على اللعب مع هكذا منتخبات خاصة بعض المحللين اكدوا انه لا جدول من هكذا اللعب مع هكذا منتخبات اكيد اكيد طبعا اذا منتلعب فرق مثل مكسيك الكوادور كوستريكا حتى الفرق المتطورة لازم تحكيك تحتكوه فرق كبار علمودي اللعب يظهر انه مستوى خمو وان لعب وفرق دون المستوى ويعرب انه نتضر انه صبر على المتخب العراق لان تعرف منتخب جديد مستواك في هاي اللعبة افضل لان ما قصري في اللعبة الاولى بس مستواك هذا كان افضل اليك واجبات كانت او مركزك تغير اكيد لا وانوان ما عدي شيء بأي مركز هنا لعب بس الفريق هو ظهر بصورة جيدة فدائما نظهر بصورة جيدة شكرا بك اشتركوا في القناة